اشهد سعادة سيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس ادارة مشاريع الامل بالجهود الكبيرة التي يبذلها اعضاء مشاريع الامل في تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية نعم جاء ذلك خلال ترأس وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماع مجلس ادارة مشاريع الامل الذراع الاستثمارية لصندوق الامل حيث اكد الوزير خلال الاجتماع على اهمية المرحلة المقبلة لدعم الشباب البحريني واستثماراته والعمل بكل جد من اجل ابراز مشاريع الشباب امام المهتمين والمستثمرين بجانب مواصلة العمل الجاد من اجل تنفيذ خطط وبرامج مشاريع الامل للعام الجاري وتحقيق المزيد من النجاحات لمبادرات ومشاريع الامل كما تمت مناقشة خطة مشاريع الامل لعام 2022 واعتماد مؤشرات الاداء بالاضافة الى الموافقة على موازنة عام 2022